يجيبونها يخلوها هنا سيد الحمد ويقولوا يدابون أهم شي تبقى هذه يعني موزجية وشكلها حلوة على مد 50 طالب سيدا ما بيها عدد شلوا فائد شلوا بس عدد احنا حاليا موقع البرجسية موقع نفطي موقع محصن جاي نعاني أهالي البرجسية أولياء أمور الطلبة مدرسة جنة البرجسية جاي نعاني من العام جابهم مدرسة دولية وضافوها هاي المدرسة الحكومية والسنة رادوا يفعلون بس الدولية والحكومية رادوا يطلعونها برا رادوا ينقلونها للثانوية الثانوية رفضت ناب رادوا يخلونهم كرافانات مدرسة قديمة من التسعة عطاعش ملغية يكونوا المدرسة متهالكة كرافانات السقف مالتها الكرافانات السقف مالتها تشينكو حمامات متهالكة رحنا للتربية مات الزبير رحنا للتربية البصرة كل حل لحدها السماكو واحنا ما يقارب 150 طالبة والدول ما يقارب 40 إلى 50 طالبة مدرسة بنتها شركة نفط البصرة حاصرة للموظفين حاصرة الكادموظف نرجو من سيادة المحافظ نرجو من مدير تربية البصرة نرجو من سيادة الوزير نرجو من رئيس مجلس رئيس الوزراء التدخل بهذا الشيء هسا السنة طلعت لها شي جديد إنه لازم نفصل للمدرسة ونشي البنات الحكومي نخليهم بغير مدرسة راحوا المدرسة الثانوية اللي هي مدرسة شبيرة وجديدة رادوا يخلون بناتنا رفضة المديرة ما أخلي بناتكم هنا يا بزين وين تودونهم هاي رافضة وهذهش رافضة والله ذبوهم بالمدرسة الكارفانية اللي من سنة الـ 2019 سدوها لأن كانت متهالكة وآنا جنت مدرسة بيها أصلا ومرأة من المرات يعني كانت عندنا مدرسة طاحت رجلها بالأرضية ما للكارفان ورادت تنكسر لأنها رايحة من تهية ماكلة الأرض يعني يقبلون ياخذون بناتنا أطفال من صف أول إلى صف سادس يخلونهم بهذا المكان وإحنا منطقة صحراوية وتدرون الحياة والعقار بتطلع بيها حس صارنا يومين يريدين نقلونهم بكارفانات وإحنا نعرض هذا الشيء بالنسبة أنه أما يشوفون حل لهذا الموضوع أما المدرسة هاي ما يدوم دولي بيها يعني حد هذا بعد وصل حده يعني إحنا بالنسبة أننا أنا ما أتحمل مسؤولية أنقلبت بالزبير وبالزبير جاي يدوم هنا عالموت شنو والله دولي 60 طالب إحنا العدد الأكثر إنه إحنا حكومي وإحنا من قعدنا بهالمنطقة لهذا اليوم هي مدرسة حكومية يعني مدرسة هي أساسا للسكن الموظفين يعني بنتها النفط هاي السكن الموالبرجسية؟ نعم للسكن الموالبرجسية يعني المدرسة مو التربية بانيتها بانيتها النفط يعني المفروض تبقى هذه المدرسة حكومية على أساس تحول الدولية مثلا إحنا من 11 سنة هنا قاعدنا 12 سنة هاي المدرسة بنت هاي المنطقة النفطية بنتها شاركة النفط هسا تفاجعنا قبل ثلاثة يام نقل الطالبات تحول المدرسة إلى دولي زين الدولي ما بيها 60-70 طالب أو 50 150 راح تنقلهم يعني وان توديهم ذيش المدرسة كليش تعباني كرفانات زين جاي شتاء عمطار كهرباء طالب نتب موت حمس أوليتي كنت تعباني كل الشي يعني الصحيات تعباني ذيش المدرسة رفضت هاي رفضت يعني وان وديهم راح يتم نقل 150 طالبة على موت 50 طالب تحت حجة أنه أكو عقد يخص المدرسة الدولية وهذا التجمع احنا رافضين هاي الحالة لأن أطفالنا راح يتبادلون وماكو مكان صحيح يقعدون بيه من الضروري الوقوف مع الطلبة وإلغاء المدرسة الدولية وضم المدرسة الأخرى إلى المدرسة الدولية باعتبارها قريبة وباعتبارها ضمن الواقع النفطي وباعتبار كل أهالي الموجودين في الرقعة الجغرافية النفطية هم من الموظفين الموجودين طبعا ووجدت هذه المدرسة لخدمة الأهالي حسرا نعم طالبنا مديرية تربية البصرة بإلغاء هذا الأمر وإن شاء الله تم تحويل الكتاب الخاص بالسيد النائب إلى قسم تربية الزبير وجاري العمل على ذلك إن شاء الله يعني خلال اليومين القادمين سيتم تحويل المدرسة إن شاء الله تبقى على وضعيتها ما أعتقد أكو مشكلة في مدرسة البرجسية لأن هناك المدرسة البرجسية تم رفع درجتها إلى مدرسة دولية العام الماضي ومدرسة مستقرة اللي صار السنة أكو طالبات أو تلميذات يعني استقطبتهم المدرسة على المستوى الدولي وكذلك طالبات لم يسعفون الحظ أن يتقرن على المستوى الدولي فبقن على المستوى الحكومي هنا صارت الأعداد 150 على مستوى الدولي و160 تلميذة على المستوى الحكومي البناية تسع لثمان صفوف فقط فلابد أن استحدث مدرسة وبالفعل الأخوان المشرفين تم استحداث مدرسة حكومية في هذه المنطقة زرنا المنطقة يوم الأحد الماضي أنا ونائب المدير العام لإيجاد مكان يليق ببناتنا للدوام فقط لدراسة المكان اللي يليق بهم العوائل لا يقبلون أن يكون دوامهم عصري يفضلون الدوام الصباحي يكونهم أبناء موظفين فاقترحوا الأخوان المشرفين تذويب الأول ابتدائي إلى الحد الرابع في مدرسة الإبداع اللي بجانبها بجانبها ما تبعد أمتار واستقطاب جميع التلميذات في هذه المدرسة وأصبحت مدرسة مختلطة ويبقى الخامس صف الخامس والسادس في مدرسة جنة البرجسية أي مشكلة ماكو وأي تعارض للدوام إحنا ما نقبل به وأهم شي إحنا خدمتنا لأبناءنا التلاميذ وأن يكون المكان لائق وبيئة تعليمية إن شاء الله ما رح ينقلون للكرفاني؟ ولا ينقلون للكرفاني رح يدامون في بناية الإبداع من ضمن مدرسة الإبداع وأشقاهم هم ونفسهم في مدرسة الإبداع